عجباً لأمر المؤمن فإن أمره كله خير ولا يكون ذلك إلا للمؤمن إن أصبته صراء فشكر فكان خيراً له وإن أصبته ضراء فصبر فكان خيراً له ناس كتير بيستنية أنا هقول إيه ولا هعمل إيه الفترة الجديدة اللي أنا عايز أقوله إن فضل ربنا سبحانه وتعالى بعد النجاح اللي أنا وصلت له بحبكم ودعموكم ووجودكم يعني على مدارة السنين اللي فاتت فضل ربنا قدمنا خدمة محترمة جداً 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 ألاف الطلاب على مستوى الجمهورية دي لوحدها لحد الوقت البوينت دي لوحدها فخر يكفي نطول عمري طب أنا هقفل حد كده لا مش هقفل حد كده طب هعمل إيه هقولها عامل إيه بس الأول حاجة كنت أنا عايز أقولها لطلاب الحبايب اللي بيسمعونه طبعاً أوليها الأمور والناس اللي أكبر مني فوق راسي وإي حد بسمعني فوق راسي بس في حاجة مهمة أنا عايز أقولها للطلاب أو للشباب وخصوصاً طلاب الحبايب عايز تقولي يا جيو كنت لعمرك تقولي أنا عافر حلمك يستاهل أوعى تقع أوعى تسمع لكلام الناس مهما حصل لك حاجة ولا راكمت ولا وقعت سواء في السنواء ولا في الجامعة أمه كامل لو لسه بتبدأ في بيزنس جديد ولا في وظيفة معينة ولسه مش لاقي تأديرك أو في مكان اللي أنت فيها عافر وبدأ من تاني أنا جاي النهاردة كل الكلام اللي أنا كنت بقولهولك وبقولهولك بطبقه على النفس وعايشه النهاردة أنا عايز أقولك بفضل ربنا أن دي نهاية حصلت في حاجة معينة أو مادة معينة هتكون بداية وبداية قوية لي حاجة تانية بفضل ربنا عايز أقولك بفضل ربنا أن أنا قبل كده دوقت طعم النجاح بس دوقت برضو التمن في الصبر والاجتهاد والسعي والتعب استعدت فعه تاني وتالت ورابع عشان طعم النجاح تاني وتالت ورابع وعشرين وقولتلكوا قبل كده نحن أحياء وللحلم بقية طول ما نفي نفس هفضل أحلام وحق الأحلام طب أنا جاي أقولك الكلام ده ليه عشان كان تكون رسالة ليك علية انت مش أنا اللي واحد واقف قدامي وارا الكامرة طول السنة بحمسك وحفزك وانا خلاص بروح دلد الرجلي في البسين لا خالص أنا النهاردة في وضع اللي أنا محتاج حد يحفزني أنا بقولك اهو أنا هعمل ايه وبقولك اهو فضل ربنا أنا ربنا معاه وكفاية وبقولك اهو فضل ربنا واثنين 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 انا لسا لحد دلوقتي برضو ما اقولش هعمل ايه ولكن انا اصدق الرسالة لكل الناس في اي كرير واي مجال كلمتين مهمين في الاول رقم واحد اي نهاية هي بداية جديدة رقم اثنين نحن أحياء وللحلم بقية طول ما فينا نفس طول ما ربنا بيدينا عمر طول ما ربنا اراد ان احنا نكونوا موجودين يبقى هو رايد ان احنا تكون لنا لازمة ولنا قيمة ولنا تأثير في حاجة معينة فلازم نستغلها كويس ونكونوا مبديعين وميزين فيها دي نقطة المهمين نقطة تالتة والمهمة انا يعني بشارك القاسة او بطبطب او يعني بطبطب على قلوب وخواطر مدرسين المواد اللي بديته متلغت اا يعني انا مش عارف اقولي بصراحة ولكن بقابل شباب كتير اللي كان في كلية التربية الفرنساوي وكلنا شفنا وكلنا عارفين والميديا مليانة واللي كان في تربية بيولوجي وجلوجيا واللي عايز يبدأ جلوجيا واللي علم نفسه في فلسفة شفنا شباب كتير في جامعات وخرجين وناس بتبدأ تسعة وناس قريدي بدأت في الكرير ده ولكن يعني يا شاء الله فاذا كان المانوع من عند الله فهو قمة العطاء وده مش كلام طبطب وخلاص ومش طالع اخو التريند وخلاص ما انا حالي حالك انا زي زيك انا في نفس الحتة ولكن انا تعودت مين زمان يمكن ده كان حاجة ربنا زرحة في قلبي وخلى فيها سهولة وصولي ونجاح هي ايه الاستمرارية هي ايه المعافرة ودي اخر حاجة هاختم بها الفيديو المعافرة لما بقول دايما لكل طلابي وكل الشباب اخواتي وكل الناس اللي اكبر مني وفوق راسي عافر حلمك يستهل طبعا الاحلام كتيرة مش شرط حلم معي ولكن عافر المعافرة هنا معنى كده خلي بالك الطريق فيك عبالك كتير عافر يعني هتقع والله لازم تنجح بس عافر يعني اقوم وكمل عافر يعني انت ممكن تحول وتحول وتحولك في كذا حاجة وتلاها قفلت والله العظيم وتلاها ربنا فتح حالك من حتة تانية خالص انا مش عارف اقول ايه كلام كتير جواة وحس كتير جواة عايز شاركة معاكم ولكن ربنا يعني ايه يعني يعني يربط على قلوبنا جميعا ويطبطب على قلوبنا وعلى ارواحنا كلنا ويجبر خواطرنا كلنا وبإذن الله يكون لكل الناس اللي انا اتكلمت عنهم دول باب رزق واسع جدا في حياتهم الجاية وتوفيق وتفوق وتميز في حياتهم الجاية بفضل ربنا سبحانه وتعالى مرة تانية وتالتة انا بتكلم دلوقتي بكل فخرة ان انا بفضل ربنا كنت على قمة الهرم طول السنين اللي فات في الجيولوجيا وفضل ربنا هكون او هسعى وربنا سبحانه وتعالى يعني الحلام مش بلاش والطمع في ربنا والكرم وموجود هكون بفضل ربنا قمة هرم الحاجة الجديدة اللي انا هدخلها بتحدي وقوة وشغف وسعي واراضة وتعب ومرمطة ومعافرة اشوفكم على خير الاحلام بتخلص عافر حلمك تستاهل ممكن اغيرها في الفيوت ده بس عافر احلامك تستاه